بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الأمة المحمدية لا تشترط باتجاه المسلمين قبل المشرق والمغرب وإنما الكتاب والسنة هما معيار خيرية الأمة وصلاحها ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا لكن السنة الإلهية في الكون لا تنقاد لا لذلك الكتاب ولا لتلك السنة إنها سنة ليست عفوية تنقاد لكل باغ أو عاد أو تجري وراء كل ظلوم جهول ألم نهلك الأولين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين في هذا العصر تناسخت في أرض الإسلام صورة قوم نوح بأكثر من مرة وما قوم لوط ببعيد في هذا العصر في هذا العصر تداخلت الأوامر بالنواهي إلى حد جعلت المحللات والمحرمات وكأنها أشبع بإشارات المرور التي دح لها خلل كهربائي فأصبح المتاجرون بالدين والمستثمرون برموز الدين أصبحوا أكثر عددا من أولئك الذين لا يدعون مع الله إلها آخر في هذا العصر انتشرت في صفوف المسلمين فكرة التساقط التي أدت إلى إهلاك الروح باسم الروح وإلى إهانة الإيمان باسم الإيمان فأصبحت أمة الدين منشقة بين فئتين فئة فرقوا دينهم وكانوا شيعا وفئتين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا ولم تعد وظيفة المسجد تضم شمل المسلمين فإنما أصبحت فقط ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإن أقل الناس قياما بحق الأخوة هم أكثر اليوم ادعاء لها ولإن كانت الرد معدومة من الناحية العقائدية أو التعبدية فإنها يعني الرد من الناحية الفكرية سائدة على أرض الواقع وهل يستقيم الظل والعود أعوج سيما أصبحت تلك الشجرة الطيبة أصبحت وكأنها اليوم لا تؤتي أكلها كل حين وكيف لا وهي لا تسقى بماء الشرع وإنما تسقى بماء الشهوات والأهوى ولا إن أصبح ماء الشريعة غورا فمن يأتي الإسلام بالماء المعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته